ما يعفع له بعض الناس من تكرار العمرة في السفرة الواحدة هل هذا مشروع أم لا خاصة للأموت كره كثير من أهل العلم تكرار العمرة في السفرة الواحدة إذا كان الإنسان كثيرا تردد على مكة وقالوا إن مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم و عن الصحابة أنهم يخصون السفرة الواحدة بالعمرة الواحدة لكن إذا كان الإنسان يأتي من أماكن بعيدة ولا يتيسر له المجيء إلى مكة كثيرا فالأمر في هذا واسع تبقى العمرة عملا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فلا بأس أن يأتي بعمرة أخرى لكن يذهب يخرج خارج حدود الحرم يذهب إلى الحل وأدنى الحل التنعيم عند مسجد عائشة من هناك يأتي بالعمرة الجديدة فالأمر في هذا فيه واسع الأمر في هذا واسع لكن الأفضل أن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة إن أراد أن يأتي بأكثر من عمرة فلا بأس لكن يحرم بالعمرة الثانية من الحل ترجمة نانسي قنقر